طالبت المعارضة السورية المجتمع الدولي بمحاسبة النظام على ارتكابه مجزرة في حي التضامن في العاصمة دمشق في العام 2013 وكشف النقاب عنها قبل أيام وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن جريمة حي التضامن تحتوي أدلة قوية يمكن البناء عليها قضائيا وأعادت مجزرة حي التضامن تذكير العالم بجرائم النظام التي ارتكبها خلال السنوات الماضية بحق الشعب السوري واستخدامه للسلاح الكيماوي لقمع الاحتجاجات الشعبية وأكد الاتحاد الأوروبي استخدام النظام للسلاح الكيماوي بطريقة مروعة فيما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن بلاده ستواصل العمل لمحاسبة نظام الأسد على استخدامه المتكرر للأسلحة الكيماوية ضد شعبه شاهدينها للمزيد ورحب ضيفي هنا في الستوديو دكتور ممتاز سليمان الباحث القانون الدولي ورحبك دكتور ممتاز بعد فيديو مجزرة حي التضامن في دمشق أعاد الغرب فتح ملف السلاح الكيماوي للنظام السوري لماذا من حيث التوقيت كيف تقرأه؟ التوقيت ممكن نقرأه بعدة زوايا ممكن لأن الحرب الروسية في أوكرانيا هناك طبعا حديث عن ارتكاب ممكن روسيا ترتكب هجمات كيماوية ضد الأوكرانيين ولكن النقاش كان في الجمعية الأممية وكان هناك مندوبة أمريكا وكان حتى مندوب النظام السوري أيضا وهو نفأ وقال أن سوريا هي ملتزمة تجاه منظمة حضر الأسلحة الكيماوية هذا الملف قائم وموجود الآن المجتمع الدولي أو منظمة حضر الأسلحة الكيماوية طلبهم أن سوريا لم تلتزم حرفيا بإزالة أسلحة الكيماوية طبعا هم يقولون خوفا على الدول المجاورة ولكن التوجهات معروفة خوفا على أمن إسرائيل الجريمة التي رأيناها والتي نشرتها صحيفة الڭارديان ما حدث في يوم 16 نيسان 2013 في حي تضامن وهو قيام المجرم الرائد أمجد اليوسف من قوات التابعة مباشرة لنظام بشار الأسد بقتل هؤلاء الشباب وأولاء الرجال وثم حرق جثثهم هذه مجزرة من آلاف المجازر التي حصلت في سوريا على يد قوات نظام بشار الأسد الآن هناك من يقول بأن القيادة لم أو بقيادة بشار أو كذا ليس لها علم في ذلك حسب معرفتي في الدستور السوري وحسب ما هو معروف لدى كل الناس والذين لهم علم في شأن السوري لا يستطيع ضابط ولا عنصر في الاستخبارات السورية أو في القصر الجمهوري أو في الجيش أو في الفرق الرابعة أن يقوم بقتل شخص أو بتعذيب شخص أو اعتقال شخص أو مهاجمة بيت شخص إلا بأمر واضح من نظام القائم في سوريا وهو بشار الأسد بشار الأسد هو المسؤول عن كل هذه الجرائم لا يخرج واحد منه ومناك من الشبيحة والدبيكة يقول أن بشار الأسد ليس له علم بما قام به أمجد اليوسف وغير وغير لا الكل منظومة أمنية واحدة هناك خلية الأزمة وهناك أجهزة أمنية تعمل لذلك هذه الجرائم كلها موثقة ولكن السؤال الذي يوجهه الآن كل السوريين متى يحين محاسبة هذا النظام؟ ربما سؤال آخر دكتور ممتاز يعني كما ذكرت هناك ربما مجازر أكثر بشاعة بكثير من هذه المجزرة ربما بالآلاف من هذه المجازر لماذا أخذ هذا الفيديو هذه الأبعاد كلها الدولية؟ لأن الفيديو وصلت إلى المنظامات الدولية طبعا الفيديو منذ سنتين ليس الآن هو منذ سنتين خرج المجند بهذه المعلومات ووصل إلى تركيا ومن ثم بعد تركيا وصل إلى هولندا وأعطى هذه لبعض الناس معروفين أسماء بدون ذكر الأسماء يعني من الناس الذين استطاعوا والآن ألقى الدعوة مقامة أمام الدعاء العام في فرنسا في هولندا موجود ضد أمجد اليوسف وغير الآن هذه لأنها رأى المجتمع الأوروبي أو شاهدوها على صفحات السوشيال ميديا وغير ذلك وصحيفة الڭارديان هي التي نشرت بعد أن وثقوا كل شيء أنه هذه فعلا حقيقة وليث مفبرك وطبعا آنداك هذه الجرائم كان يقوم بها نظام بشار الأسد والفرقة الرابعة التابعة لمهر الأسد وكان يقولون أن الجماعات التكفيرية هم الذين قتلوا المواطنين السوريين طبعا هذه النقطة يجب أن لا ينساها أحد دائما كان النظام يقوم بجرائمه وثم يقول أن الجماعات التكفيرية هم الذين أعدموا هؤلاء وهم المقابر الجماعية كثيرة طبعا كل ما حدثت في سوريا ممكن هناك بعض الجماعات الإرهابية عملت ولكن كلها لها صيلة بالنظام السوري والنظام الإيراني أيضا لا ننسى أن مجزرة الغطان مجزرة كيماوية التي وقعت الهجوم الكيماوي الذي وقع وراح ضهيتها 1515 شخص بين أطفال منهم كانوا أطفال هؤلاء لماذا وكان الصور واضحة وكان تصل إلى شاشات التلفزة في العالم حتى هذه اللحظة لماذا لا يتحرك المجتمع الدولي هنا السؤال بين قوسين إلى متى ينتظر المواطن السوري إلى متى ينتظر هؤلاء ضحايا الذين هناك استعمل السلاح الكيماوي 58 مرة من قبل النظام السوري ومن قبل الجيش الروسي التابع لبوتين في الغوطة وفي حلب وفي إدلب لم نسمع من المجتمع الدولي إلا فقط إدانات وتقارير من هنا وهناك حتى هذه اللحظة لا توجد إرادة دولية حقيقية لمحكمة هذا النظام البعض يرى بأنه نشر مثل هذا الفيديو من قبل صحيفة الجارديون ربما هو مؤشر على بداية تحول لدى الإرادة الدولية نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا طبعا كنوع من الانتقام من روسيا ومن حليفها بشار الأسد فربما هي بداية لهذه الانطلاق ولكن السؤال إلى أي مدى مثل وكانت هناك أصلا صور قيصر نعم 58 ألف نعم 58 ألف بدين قتلوا في المعتقلات إلى أي مدى مثل هذا الفيديو اليوم يمكن أن يكون دليلا كافيا ويحرك القضاء الدولي المحكمة الجنائية الدولية أهلا هي ليست المشكلة في مقطع فيديو مجزرة واحدة أنا تحدث عشرات أو ألاف المجاز التي حصلت الآن القضاء الدولي أو محكمة الجنايات الدولية تتحرك عندما تكون هناك إرادة دولية لمحكمة هذا النظام المشكلة هي في عدم تواجد إرادة دولية سياسيا خاصة إن كانت من أوروبا أو أمريكا أو حتى الدول الأعضاء في مجلس الأمن هذه هي المعضلة الأساسية نظام بشار الأسد مطلوب دوليا لحماية إسرائيل وأمن إسرائيل والشيء الآخر المهمة التي قام فيها هو تدمير البنية تحتية في السورة تشري 12 مليون سوري قتل واعتقال واختفاء أكثر من مليونين سوري هذا كانت أهداف محددة لهذا النظام قام فيها خلص شغله الآن هناك متى يتم محاسبة دولية الآن إذا كان هم يبحثون عن أدلة الأدلة موجودة آلاف الأدلة موجودة آلاف الوثائق موجودة والفيديوهات موجودة عند محكمة الجنايات الدولية وعند المجتمع الدولي ويستطيعون بكل سهولة أن يوجهوا الاتهام لنظام بشار الأسد وأعضاء حكمه والضباط مخابراته وأخيه ماهر الأسد الذي كان بنفسه له فيديو بنفسه كان يقوم برمي الناس في مساكن برسي بالرصاص في المظاهرات في بداية الثورة في شهر 9 في 2011 يعني هناك كل شيء واضح ليس أي شيء مخفي كما حدث الآن في أوكرانيا نحن تحدثنا منذ أسابيع بأن أوكرانيا نحن ضد الحرب ونحن ضد الاعتداء على أي دولة أخرى ولكن حتى هذه اللحظة منذ شهرين الحار في أوكرانيا يتحدثون بأن هناك آلاف يعني ألف أو ألف وخمسمائة ضحية الآن في سوريا أكثر من مليونين من الضحايا من الشعب السوري ومن الفلسطينيين ومن الذين كانوا يقيمونها في سوريا هؤلاء حتى هذه اللحظة لا نعرف لماذا لم يتحرك المجتمع الدولي يعني ما هو المبرر؟ كل شيء بين يديك موجود ولكن أنا برؤتي أنه ليس هناك اتفاق ليس هناك اتفاق لإرادة دولية ما زالت الرؤية الضبابية ما زال هناك أمريكا في زاوية وروسيا في زاوية وفي الاتحاد الأوروبي طبعا له موقف آخر وكما قلت في البداية أن إسرائيل أيضا هي الداعمة الأولى لنظام بشار الأسد بالاتفاق مع إيران مع نظام الإيراني نعم ازدواجية معايير واضحة بلينكين عبر عن التزام الولايات المتحدة بعد هذا الفيديو بمحاسبة بشار الأسد على استخدام الأسلحة الكيموية إلى أي مدى يمكن الرهان هذه المرة؟ تعيد فينا الذاكرة إلى أيام أوباما عندما كان وكان يحدد يقول أن إذا تجاوز بشار الأسد الخطوط الحمر سوف نعاقبه وكان يقصف الغوطة بالسلاح الكيمواء ولكن لم يتم معاقباته ألا ما أظن هذه بس فقط للإعلام يعني تفشيش خلق مثل ما أقول فاشت خلق هنا وهناك إذا كان يريدون محاسبات النظام لا يحتاجون إلى شيء هناك فعلا أدل وهناك شهود هناك آلاف من الناس الذين يستطيعون تقديم شاهداتهم أمام محكمة الدجنات الدولية وهناك آلاف من الوثائق والفيديوهات التي تؤكد قيام نظام بشار الأسد وهو شخصيا يعطي الأوامر يعني ليس هو أنه بدون إذنه لا 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 هو المسؤول وهذا واضح في القانون وفي الدستور ويستطيعون محاسبته ولكن إلى متى بين قوسين هذا ما لا نعلمه ولا نعرف لماذا هذه الإزدواجية في المعايير بين منطقة وأخرى بين دولة وأخرى نتمنى أن يكون هناك محاسبة لهؤلاء المجرمين ويكون فعلاً محاكمة لكي يرتاح نوعاً ما الشعب السوري مما حصل له من هذه السنين التي مضت عليه أشكرك جزيلاً أهلاً دكتور أمتا سليمان الباحث في القانون الدولي أنا أحضرك معنا ترجمة نانسي قنقر